وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَكَ وَلِقَوْمِكَ وَسَوْفَ تُسْأَلُونَ هذا اللقاء الثامن من سلسلة لقاءات حق القرآن على أمة القرآن جعلنا الله إياكم من أهل القرآن الذين هم أهله وخاصته سبحانه وتعالى أيها الأخوة والأخوات لازلنا في الحديث عن حقوق القرآن وتعظيم القرآن وذكرنا جملة من هذه الحقوق وهذا التعظيم والتقديس الواجب على المسلمين المؤمنين بهذا القرآن ومن هذه الحقوق ومن هذه المقتضيات لتعظيمه الوقوف عند حدود الله تعالى وعدم تجاوز أمره تعالى ونهيه لا إفراطا ولا تفريطا كما قال الله عز وجل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق ويخاطب الله تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم والأمة بالتبع يقول تعالى فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير أي لا تميلوا عن الاستقامة ولا تتجاوزوا ما أمركم الله سبحانه وتعالى به بإفراط أو تفريط ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله فرض فرائض فلا تضيعوها وحد حدودا فلا تعتدوها وسكت عن أشياء رحمة بكم من غير نسيان فلا تسألوا عنها ويقول النبي صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد وعند مسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد أي مردود على صاحبه فالواجب هو الامتثال والاقتصار على المأمور عدم التجاوز إذا كان الله يخاطب نبيه صلى الله عليه وسلم بقوله فاستقم كما أمرت لا كما تريد وإنما كما أمرت ومن تاب معك ولا تتجاوز ما أمرتم به لا إفراطا ولا تفريطا من هذه المقتضيات التعظيم للقرآن الكريم الذي هو أعظم حق علينا هو الفرح عند امتثال أحكام الله تعالى وتطبيقها والتزام الناس بها والغضب والحزن والتألم عند انتهاك حرمات الله تعالى وتجاوز حدوده والتمرد على التزام بأمره ونحيه وذلك أضعف الإيمان كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل حينما قال صلى الله عليه وسلم من رأى منكم منكرا فليغير بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان أي بعد العجز عن التغيير المنكر باليد واللسان ينكر المنكر بالقلب وينكار المنكر بالقلب ليس بالأمر الهيين بل هو يحمي المنكر من الوقوع في ذلك المنكر يحمي المنكر من الوقوع في ذلك المنكر أما الفرح بامتثال أمر الله تعالى واستقامة الناس على الطاعة فهذا كان ديدا سلف الصالحين قال أحدهم وددت أن الخلق أطاع الله وأن لحمي قرض بالمقارط ويقول عمر بن عبد العزيز رحمه الله ليتني عملت فيكم بكتاب الله وعملتم به فكلما عملت فيكم بسنة وقع مني عبو حتى يكون آخر شيء منها خروج نفسي وقال الإمام أحمد رحمه الله تعالى إني أرى الرجل يحيي شيء من السنة فأفرح به الله أكبر هذا هو التعظيم للقرآن والقيام بحق الله تعالى فيه من مقتضاة تعظيم القرآن أخذ الكتاب بقوة كما قال الله عز وجل يا يحيى خذ الكتاب بقوة قال ابن زيد رحمه الله القوة أن يعمل ما أمره الله به ويجانب فيه ما نهاه الله عنه فالواجب على حامل القرآن أن يأخذه بجد واجتهاد وذلك بالاجتهاد في حفظ ألفاظه وفهم معانيه والعمل بأوامره ونواهه هذا تمام أخذ الكتاب بقوة وهو شامل لأخذ الأخذ الحسي والمعنوي وهو الأخذ بما فيه كما ينبغي ولذلك قال الله تعالى والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إنا لا نضيع أجر المصلحين يقول البقاء رحمه الله أن يمسكون إمساكا شديدا يتجدد على كل وجه الاستمرار وهو إشارة إلى أن التمسك بالسنة في غاية الصعوبة لا سيما عند ظهور الفساد اللهم استعال ولعل تذيير الآية بقوله تعالى إنا لا نضيع أجر المصلحين فيه الإشارة إلى أن الصلاحة والإصلاحة لا يكون إلا بالاستمساك بالكتاب والعمل بما فيه والعمل بما فيه كما قال تعالى فاستمسك بالذي أوحي إليك إنك على صراط مستقيم إلى هنا تنتهي هذه الحلقة على أمل العودة في لقاء قادم إن شاء الله إلى ذلك الحين أسأل الله عز وجل أن ينفعنا ويرفعنا بالقرآن وإياكم وأن يجعله شافع لنا لا علينا وأن يهدينا وإياكم سواء السبيل إذلك الحين أستودعكم الله سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأعتوب عليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون شكرا لكم شكرا لكم شكرا لكم اشتركوا في القناة